استطيع حمايتهم عدد دمشق كل الأطراف هم بأزمة استثنائية أزمة استثنائية وإما خرجوا من سوريا بس عودة المسيحيين إلى القرى بالألمون الشمالي والألمون الأوسط هللوا لإعادة المسيحيين إلى قرائهم تتذكر يعني شي القصة الدير بمنطقة شو اسمها المنطقة اللي عادوا فيها الراهبات إلى سوريا بس فيه بالقصير قرى مسيحية قال أنها عادة مش موضوع ناقش مسيحي أو سنة أو شيعة بس بالموضوع ظهر بأكثر من مناسبة أنه النظام يثق بطهران أكثر ما يثق بموسكو يعني اليوم إذا بكتعدد الاتفاقات كنت عم تحكي إنشاغلة مهمة أنه الانتشار على الأرض للإيرانيين والروس بالقواعد العسكرية مع أنه الروس ساهموا والروس مع أنه ساهموا بإنشاء كلنا منتذكر لواء 11 بالجنوب لواء الخامس في منطقة لا ممكن لألوي أعادة تجهيزها روسية مش طهران عم بتعيد تجهيز الجيش السوري طهران عم بتجهز لوحدة الشعبية روسيا عم بتجهز الجيش السوري إلى أي درجة يمكن أن تكون إيران قد سبقت روسيا بوضع اليد على الأرض في سوريا لا سبقتها كثيرا هلأ السؤال ما هو أمكانية ثبات إيران في السيطرة على الأرض أنا بأعتقد هذا مفادئ أن عدم عودة اللاجئين نرجع على موضوعنا بالديموغرافي وبالجيوسياسي عدم تسهيل عودة اللاجئين هو جزء من تأكيد السيطرة الإيرانية على الأرض لأنه بنعرف الكتلة الديموغرافية التي هجرت إما بفعل الجماعات الإرهابية أو بفعل ضربات النظام مدعوما من سوريا وإيران هذه العودة لن تقبل أبدا كما لن تقبل بالجماعات الإرهابية هي لن تقبل أيضا بالفصائل الإيرانية ولا بوجود النظام بهذا المعنى ما قيل عن أنه هناك تشكل ديموغرافي جديد في سوريا من باب إبقاء اللاجئين في الخارج أصبح بحكم الأمر الواقع ولا أتكلم عن عدم إمكانية عودة اللاجئين السوريين من لبنان لأنه فيه إمكانية لعودتهم ولكن هيدا بالديتلوماسية مختلفة عما تقوم به للأسر بس يقال أنه صار في عمليات تجنيز واسعة صار في عمليات تجنيز واسعة غيرت ديموغرافيا كثير بسوريا بسوريا يعني تجنيز الشيعة الأفغاني الشيعة العراقيين عراق في كثير في عمليات تجنيز سورية غيرت معالم بعض المناطق نهائيا الإمبلانتاشون يلي صارت يعني إعادة التوطين جرت على النسك الإسرائيلي يعني تمت السيطرة على مناطق وتطهيرة وتم تجنيز ناس عطري الكيبود عطري الكيبود وإنشاء بهيدا المعنى ربطا بموضوع اللاجئين ما بعرف لاش أول شي خضع الروسي لأنه يعمل مؤتمر بدماشر وهي دي نقطة خطرة نقطة التانية ليش قبل أنه ما يكون له فعالية عدل مشهدية ثلاثة ليش هجم المجتمع الدولي أربعة ليش ما ربطوا بمصار جناف ولو أمن المتحدة وليش ما أصر إلى نقله إلى مستوى مجلس الأمن إذا هو ضنين بعودة أولئك قد يكون الكلام الدقيق اللي نحكى بهذا الموضوع أنا كنت حافظه هون فيه كلام دقيق جدا بدي أصله للعاهل السعودة العاهل السعودة إذا نتذكر من كم يوم بمجلس الوزراء السعودة بيقول المملكة تؤيد الحل السلمي في سوريا وفقا بقرار مجلس الأمن 22-45 ومسار جناف شوفيقوا السعودة عجناف اليوم عندما أستانا صرنا أستانا 9 بعد جناف 3 جناف 3 آخر مؤتمر صرنا بأستانا 9 كنا وهلأ لو عقد المؤتمر بينور السلطان كنا سمينا أستانا 10 صحي بس استيس جورج المومنتوم الدولي لحل الأزم السورية قام في مسار جناف مسار أستانا هو مسار رديف بس ما حد فيه عجناف نسينا بس هو في قرارات دولية صدرت من خلال مسار جناف وهيدي ما فينا نتجوازها بالنتيجة الأمم المتحدة هي مؤسسة قائمة على اللافعالية ونحن هذا العام نعيد سنة الـ 25 على تقسيسها ولكن هذه القرارات تحتاجه مسارا أمميا هلأ مسار جناف هو مسار لن أقول معطل هو مسار بطيء يعاني نوع من الشلل إذا ما قلت معطل مخطوف يعني اخذين محور الممانع اخذ الحل بسوريا إلى محور آخر صحيح لأنه الربورد الفورس فيه إمبالانس وفيه انسحاب أمريكي كان وأوروبا من المبادرة وقد يكون انسحاب الأوروبا هو الأخطر يعني أوروبا تريد دعم مقاومات السمود للشعب السوري تريد دعم مقاومات سمود اللاجئين ولكنها لم تطلق أي مبادرة ديبلوماسية سياسية بهذا التعادة أنت تعلم أنه كان هناك محاولة ثلاث مبادرة فرنسية في هذا المباري كانوا عطلوها الأمريكيين بعد ما حكي إمانويل مكروع عن إنشاء جيش للاتحاد الأوروبية للاتحاد الأوروبية الأمريكيين عملوا عليهم هجوم يمكن مش غلط نروح بعيد لا بالعكس لأنه هذا مرتبط بتصعيب تصعيب عودة اللاجئين ولبنان معنى بهذه القضية طيب خلينا نرجع من كل هذه الصورة الدولية الواضحة اللي رسالنا فيها الخط الجيو سياسي أو موازين القوى اليوم على الساحة السورية إجا لبنان مبارح بعد كان كل القرار لمبارح من عشرة أيام رئيس الوفد اللبناني سفيرنا بسوريا ساعة زاخية اللي مش عم يدري يقعد بسوريا أنت بتتذكر من سنة ونص أصفوا السفارة اللبنانية بدماشق ومع إدراح فجأة بعد برنامج العقوبات على الجبرام دسير عنا سفير نحن بسوريا عنا ساعة زاخية أول مرة بسماع لساعة كان عنا ميشيل الخوري إجا وعنا ساعة زاخية صار الوفد على مستوى وزير الشؤون الاجتماعية واختير وزير الحزب الديمقراطي اللبناني ليكون رئيس الوفد ومبارح وزير خرجية لبنان يوسف وهبي شرب الوهبي خاطب المؤتمرين من هذا الموقع شو مصلحة لبنان في ظل المقاطع الأوروبية والخليجي كلها هل سيسمح للبنان بهذه المشاركة أم سيحاسب عليها لا لا هما يبررها لا ما في ما فيش ما فيش بس هو سخرية القدر أنه لبنان يعني مثلة بشكل واضح بوزيرين يعني أنه حدا بيحكي كلمة وحدا بيقعد على الطاولة وحدا بي يعني أول شي طالما كله في الوزير رمزي مشرفي شو في داعي لكلمة عبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفيديو يعني أنا ما في أنت ما خلص أنت كلفت رسميا أنت عطيت كلمة للافروف ما فيك ما تعطيها لوزير الخارجية لبنان مشان توازن المؤتمر شوزي أنه وزير الخارجية وزير خارجيتنا أول بيان طلعه قبل انفجار دمشق بكم ساعة قال علينا أن نعيد تعزيز العلاقات مع سوريا ونرجع لهنيك وزير خارجية لبنان استجر إذا بتقرأ خطاب الوزير شرب الوهبة قريته وزائل كم سؤال عاما خطاب سياسي لا علاقة له ولا حتى بنص السياسة العامة لأقارته لحكومة اللبنانية ما له علاقة خطاب سياسي اتهام للمجتمع الدولي يعني أنا ما فهمت وشبه اتهام للأمم المتحدة يعني ما بعدين خارج سياق السياسة العامة التي على تناقضتها باتت نصها رسميا لدى الحكومة اللبنانية هلأ نقدر نفندها بعدين يعني الوزير رمزي مشرفي ما دوره في هذا المؤتمر يعني هاي المشاركات معنا وزير لشؤون النازحين بلا ما هو وزير لشؤون الاجتماعي ووزير دولة لشؤون النازحين ووزير السياحة صحيح أوكي هلأ هيكليد وزارة دولة شؤون النازحين جبوه 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 حطوه وزارة شؤون الاجتماعي anyway بس مع احترامنا للفريق في كفاءات ما في شك نشيطة نعتز بصداقتهم صداقتهم ووجالهم تحية ولكن بنفس الوقت يعني شو دوره كان بالمؤتمر انت هلأ اذا بك تسأله بس يرجع انا بتمنى تستضيفه وتسأله او انك تلتقي فيه انه شو شو عملته بالمؤتمر ما ما بعرف هدا السؤال اللي عم بطرحه ما معنى رفع مستوى التمسيل من سفيرنا بدمشق الى وزيرين ماشي انه نحنا شو غيرنا بالمؤتمر انه محور ما فينا منقول محور الممانعة معيش الجمهورية اليوم مهتم بعودة النازحين ايا لبناني عايز انه يرجعوا النازحين بالسوريين الى لبنان قبل ما نحكي عن هذا الواقع النزوح وين صار اليوم ماشي هاي رسالة لكل المجتمع الدولي رسالة الى اننا اقتربنا من محور الممانعة ارطبطنا بالكامل محور الممانعة ما عاش في محذير ازلنا كل المحذير بس هيدا هيدا تفصيل انا بس اقللي تفصيل بموضوع العودة انا بدي اقلك شيل كل المحذير انا مرة من اربعة شهور معاك هون قلت الكلام رعا جاعده اذا زيارة رئيس الجمهورية الى دمشق تعيد اللاجئين السوريين هتمنى على رئيس الجمهورية ان يذهب الى سوريا الان قبل الغد ما هيقصت انه انت بتروح ع سوريا اصلا الوزير مشرفية زار سوريا قبل نعم وقبله الوزير الصالح ايه وقبله الوزير الصالح الغريب زار سوريا خلي قلنا اول شي بين زيارته الاولي الوزير مشرفية ومشاركته الرسمية بالمؤتمر اذا ارد من الناس شو يعني شو عدا العمل الهادئ الذي تقوم به المديرية العامة للامن العام وبمواكبة مباشرة عباس براهين عدا هاي مشي هونيك فيه حكي سبعة وتسعين الف اعادت تقريبا قوافل العودة المنظمة اللي كنت عم بتنظمة المدرية العام اللي امن العام تقريبا اقتربت من المئة الف وبعتق جمدت بالفترة الاخيرة جمدت لانه في اوضاع تغيرت زيادة الصائغ وقت اللي بتقرأ هذا الواقع وبينقال انه الوضع الاقتصادي الانهيار سعر الليرة فقد العملية الاجنبية الانهيار الاقتصادي في لبنان ونكبة بيروت رفعت من عدد النزحين العائدين الى سوريا بيرجع بيطلع رقم مبارح انه بعد فيه مليون ونص والرقم الاخطر والرقم الاخطر وبدي منه قراءة لهذا الوجود وتفعل الرقم الاخطر اللي صدر مبارح او من يومين قبل المؤتمر بشوي ليبلغ للمؤتمر 188 الف ولادي سوريين غير المسجلين على لوائح الموجودين في لبنان من 7 سنين لليوم ما الذي تعنيه هذه الارقام الخطيرة خلينا نتفعل اول شيء ما في مليون ونص انا بدي تدقيق بالارقام اذا بيرح عابين حكى 200 الف رجعوا من وقت الازم الاقتصادية في عنا 960 الف اليوم عود المسجلين هلا مسجلين امهلك خلينا نحكي نعم عندك 960 الف نعم وكان في عندك 400 الف عامل عم تفصل بيناتهم بين العمال الزراعيين اه اكيد العمال الزراعيين وعمال بناء من النهاء ال400 الف الاستيميشن المعمولة بسبب توقف العمل تقريبا رجع 250 الف الى سوريا من اصل ال400 الف عاملين مش من اصل لا لا من اصل العاملين 200 الف يعني هذا هو الرقم 250 الف من العمال الموسميين مش من النازلين لا ترشع هلا انت اذا بتحط 960 الف بتجمع عليهم 150 الف بتقول قداش فيه موجود سوريين بالبلغة رجعت على المليون و200 الف بس انت هاو بختلفين ع 300 الف لا اكيد لا بارقام لبنان بارقام لبنان مش مش كان بين المليون ومليون ونوض ومن هاو 960 الف مش بختلفين ع 3400 بس من هاو 960 الف في عودات عم بتصير الى سوريا وهذه العودات الان لم تحصل خمسة شهر الى هلا بسبب وضع كورونا مؤقتة او نهائية لا انا باعتقد انها ستكون نهائية لماذا بسبب الوضع المالي والاقتصاد الاجتماعي في لبنان بس معنوا عم بيجوا بياخدوا المساهم الشهرين الامم المتحدة بيجوا بيجوا رحقول لا لانه بسوريا زادت عمليات الامم المتحدة بكل برامجة مع المواطنين السوريين بسبب جائحة كورونا زادت اوكي فاذا هذا تطور كان يعيق النظام كان عم بيحددلهم كيف يتحرك الاجتماعي هلا هلا تحسنت الامور في تطور في تحسن في تحسن وفي عمليات انا بعتقد اول شي خلان دقيق بالرقام نحن عنا هلا بقى عاملين مية وخمسين الف وتسعمية وستين الف آه عامل سوري وتسعمية وستين الف لاجتين طيب هادي الارقام الحقيقي هلا بعدك بالمليون ومية ايه بعدنا بالمليون ومية هاو المليون ومية بيرجع منهم هلا فت على الشي الخطير بيرجع منهم هلا تلاثمية الف الى القلمون الغربي والزبداني اذا بلكتردهم مش اذا بتردهم انا بتردهم بده حزب الله انت بلكتردهم بده حزب الله يسمح هاو بلون يقطعوا ثلاث بوه بيت من عرسيل بده يسمح لنا حزب الله انه يرجعوا على منطقة القلمون الغربي والزبداني والقسائل يلين احنا كنا عم نشوف انه هيدا ممار عسكري امني بعدين بيّن اضيف اليي انه هيدا ممار تهريب على كل المستويات كيف هيدا الموضوع بدنا ننهي فاذا نحنا عم نعمل عملية انتحار داخلي حتى نمنع عودة عودة 300 الف اللي عمليا بيرجعوا على منطقة مستقرة وعم نحكي واقع ميدان من العام 2016 هاي المنطقة مستقرة من عام 2015 حتى باخر 2015 كان بعد في شيء قبل عملية فجر الجرود مفروض فجر الجرود يكون تريح عملية فجر الجرود 2018 اي اي بس بال2016 عملية فجر الجرود كانت على منطقة الحدودية اي بس في الداخل السوري شاك على الحدود مزبوط بس في الداخل السوري كانت هذه المناطق مناطق هادئة او نزلت لا وقت كان بعدهم قبل فجر الجرود كان بعدهم امتداد الارهابيين والمجموعات شاطر سوري وشاطر لبنان بس بعدها نهائيا تعتبر منطقة خالية من أي وجود بعدها حتى في بلدات من الزبدان في بلدات منها مش مدمرة ليش ما بيرجع هون رجعون لها 300 ألف بعدها في شي تاني بالعمل اللبناني نحن لازم نروح على مرحلة انتقلية هي مراكز إيواء مؤقتة بالمنطقة الحدودية تمهيدا للانتقال يعني بمنطقة نومانزلاند فيك تعمل مع الأمم المتحدة ل300 ألف أو ل400 ألف تجمعات تمهيدا للعودة لا هذا ما نعمل في خيارات استجهور بس هلأ هلأ انت شو أضيف أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية تفجير مرفق بيروت لبنان كله بلخ خدمات على كل مستويات ما في حكومة في اشتباك مع المجتمع الدولي والعالم العربي مين عم بفكر موضوع اللاجئين عدل خطاب اللي عم بيعملوا رئيس الجمهورية من وقت لوقت وان في شغل على موضوع اللاجئين إذن باختصار سيكون مؤتمر يتيم وتنتهي الملف القضية معه ام أن هناك لا لا انتهى المؤتمر اليوكرا بيطلع عنه بديطلع عنه توصيات وبيان ختامة بس هيدا كله غير قابل التنفيذ متل ما المبادرة الروسية اللي كانت هي بلشت من ورقة بتتذكر صارت ملف طويل عريض وكيف أننا ننقلهم وبالطيارات ونركب لهم مساكن ومشي لا شيء طيب الرئيس الأسد مبارح رئيس سوريا الأسد بقال بكلمته حمل مسؤولية الحصار على دمشق على سوريا قانون قيصر قبل أنه قيصر اللي نفذ بنصح زيران 2020 شو كان عائق العودة تنقول قانون قيصر مبارح بي نصح زيران بلش تطبيقه وقبله غياب الضمانات الأمنية والقانونية وتعطيل مسار الحل السياسي وخيار الفرز الديموغرافي المذهبي في سوريا قبل ما يتكرس الشي ما رح يكون في عودة ما نتنتهي تلعودة معه أي فرز طائفيه مذهبي خطير لا أبدا عام بلك هيد المعركة سوريا مش فلسطين نعم سوريا مش فلسطين هل بدي أقوله سوريا ما زالت قائمة سوريا ما زالت قائمة ليس هناك عدو مثل ما تصوروا لا يهودي ولا غيره ولا وضع إسرائيل إعادة أنتاج قواعد الاشتباك الديبلوماسي من خلال الممتحد ألا تعتقد أنه هذه الصيغة لكن عودة كحق هو الأساس ما فيك تقول العودة حق مش عم تردون على أرض نعم حق العودة الفلسطينية اللي مرتبط بأزهارنا كلنا ما في عوائق حق العودة السورية لا استيجور في عوائق هل هناك عائق طائفي أو ماذا بيوصل إلى هذه الداخلية نظام بوقتها كانت عم بيسهل الأمن العام العودة إلى سوريا ما كان عم بيرفع لوية من يستنسب المنع أو القبول طرف السوري واضح بس طرف السوري كان عم بيسهل عم بيقول هيدا بده يأكل عقوبته بيرجع بيجبهم بس استي جورج يعني هيدا الموضوع تحول إلى حق في حدا منع عنه لأنه حدا قال له انت ضد الكذا وانت عليك ملف كذا وانت حكيت كذا إلى ذلك أمام كل هذا الأمر من يوم اللي عملنا البروموسيون على هالحلقة في كتير من السوريين النازحين أو اللاجئين تواصلوا حكوه سألوا أسئلة ليه بعدنا مجبورين ندفع الميت دولار ونصرفها على الحدود بالليرة السورية طيب كل أربعة شهر نحن تأخذ الفرد السوري ميت دولار من الأمم المتحدة كيف بده يدفع على الحدود السورية ويضطر يصرفها بالسعر الرسمي السوري هيدا شي من الموانع جوابه بسيط انه في حدا بدي منعنا على العودة مثل الانور رقم سبعة وينه الانور رقم سبعة وينه إعادة الاستملئة إعادة الحق بالأملاك وغيره بعده قائم على أساس الروسي وصل إلى مرحلة رفعوا التطبيق وأرجعوا مش مظبوط أرجع التطبيق طبعا لمدة ستة شهر ولا وأعيد العمل وأعيد العمل فيه هيدا يعني بدي يرجع يروح بكرة السورية يرجع بالأمن والمخابرات قبل ما يشوزه بيرجع ع بيته أو لا فإذن فإذن أنت الخطورة هي ب مش فقط من يمنع العودة مجيبات منع العودة طيب أمام كل هذا الطرح كان في طرح عم بيتبني لبنان وعم بيقول عم بيقول لهم رئيسي الجمهورية ورئيسي الحكومة وكل الأطراف لكل مسؤولي الأمم المتحدة بليه أنا أتشعاره بكل المنظمات إنه كل هذا العمل اللي عم تعمنه بلبنان قدمه للسوري بأرضه اللي عم تعطيه 20 دولار للشخص بسوريا بلبنان إذا عطيته 10 دولار بسوريا بتغير وإنت عملت إشارة إنه فريق الأمم المتحدة أو جمعيات المدنية كبر دورة بسوريا كبر دورة بسوريا بسبب أزمة كورونا تحديدا بسبب أزمة كورونا لأنه تم استثمار أموال جديدة من خلال هيئات الأمم المتحدة ومن خلال هيئات المجتمع بس هاي لازم تعزز العودة لا الخدمات اللي راحت هي راحت للمجتمعات السورية التي بقيت في مناطقها وللاجئين الذين لجأوا داخل سوريا تعزز العودة ضمن الأراضي سورية تعزز العودة يتم من خلال مسار تتبنى المفوضي العليا لشؤون اللاجئين برعاية أممية من خلال قرار في مجلس الأمن ومن خلال إزالة كل المعوقات وهذا ما لم يحدث حتى لها نستجر خلينا نطلع من ملف المؤتمر نرجع هيك نتناول بعض المواقف الدولية والأممية فيه ثلاث مواقف بيرزي فيه المواقف السعودي اللي أشار نيلو فيه مواقف جوزيف جوزيف بوريل الدول التحدي الأوروبي لن تشارك في هذا المؤتمر ونعتبر أن الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية وفيه الموقف يلي أطلقوا مش الاتحاد الأوروبي الموقف الخليجي باعتباره أن كل ما يجري محاولة لتعويم النظام السوري وليس لعودة أنزحين السوريين المؤتمر المؤتمر واضح بنسكر ملف المؤتمر بنعطي شي على الملف الحكومي والموفد فرنسي المؤتمر واضح أنه عم بيقول أنه روسيا تمسك بهذه الورقة وهي تحاول مع حلفائها تقول أنه نحن المحور اللي بتتفوضوا معه هل عوامة النظام لا أدري إذا كانت عوامة النظام ولكن بأي حال من الأحوال هذه رسالة روسية للمجتمع الدولي وليس أكثر من ذلك بهالوقت لو عم نفكر فيه بملف النازحين السوريين ومؤتمر دماشق للنازحين السوريين أنه نحن أزمات أكبر زياد الصائق إذا بده يعطي رأيه عدا عن ملف النازحين السوريين في عنا شغل قربهم بشكل سريع في عنا قبل ما نحكي عن انتقل السلطة المتوقع في أمريكا أنه أعلن الرئيس بايدن رئيسا دستوريا ورسميا رئيس للولايات المتحدة الأمريكية هناك موفد فرنسا وصل بالأمس إلى بيروت وبلش اتصالاته واللغط كتير إذا بتسمع الفويس نوت والتسريبات السخفات السخيفة والجدي في شي سخيف وفي شي جدي باعتقادك هل هناك إعادة نظر بأولويات المبادرة الفرنسية سبنا نرجع للمبادرة كنت عم بتقول بحكومة من أيلول راحت الحكومة عمصطفى قديب كنت عم تحكي عن أربع أسابيع للإصلاحات الإدارية صار مارئ مئة يام على زيارة الرئيس ماكرون لا في حكومة ولا في إصلاحات ما في مبادرة مختصر مفيد ما الذي جاء به ما هو متوقع من زيارة باتريك دوريل أول شي كان في محاولة فرنسية لأحداث خرق في المشهد السياسي اللبناني على قاعدة مصلحة الشعب اللبناني ولكن بساذجي بساذجي دمثي ومحبي حاول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن يقول للمنظوم السياسي شوف كيف بدك تروحي على مرحلة إنتهالية وخليها اللبنانيين يتنفسوا المنظوم السياسي أجهدت محاولة المبادرة هذا ويبدو واضح أن هناك تغير كامل الآن في شخصية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من بعض الخطاب الذي ألقى في الأريزاء وقال أنه للمنظوم السياسي أنه أنتو خنتوني وأنتو كذبتو وكان واضح وبعتقد أنه عدم إرساله لإمانويل بون ولا لبرنار أمي وتعويله على سيد ديرال اللي هو دوغولي ويلي هو بيمشي على الزيح مع إمانويل ماكرون ويؤثر عليه الآن لم تعود شخصية تسالمية مع المنظومة السياسية بدأ الصدام شو بدك تقول خبرني بيشكل مش عيف هموك أكتريت المستمعين مش عيف هموك بديوا يستخدم في كلام في كلام عن عقوبات فرنسية ما في أولين للعقوبات الفرنسية ما شتروه لجوء للأمم المتحدة لا خلينا ناخد مقارنة تشوف كي بدك تحسب المسونين لبنانيين يعني بكل بساطة بعضن مع المبادرة الفرنسية ممنع شو بيئة من المبادرة الفرنسية يا أستي جورج فرنسا مش لوحدة فرنسا في الاتحاد في عقوبات في عقوبات في الاتحاد الأوروبي طول بالك يعني خليني كون أنا وإياك نحنا لا أنا بدي ناس تفهم بشكل أوضع الاتحاد الأوروبي يملك آلية عقوبات أقصى من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وين موريسة العقوبات ساتو مارس موريسة موريسة في كوسوف موريسة في سودان ستمارس يعني وضع كوسوف أفضل من وضعنا ستمارس ستمارس من باب أنه هذه المنظومة السياسية ترتكب جريمة منظمة بحق الشعب اللبنان تبه قساوة القوانين الأوروبية مش مبنية على معطى سياسة فقط مبنية على معطى إنساني وبكل هذه القصة مدك تنتبه الفاتيكان الذي قال أمين سر دولته في زيارتي إلى لبنان لستم وحدكم قال له شعب اللبنان لستم وحدكم ولنا ترككم وحدكم نحن وحلفائنا رح ندفع لكم عن حقوقكم باعتقد الفاتيكان يدرك جيدا إنه لا إمكانية لا المنظومة السياسية بهذه الطريقة ولا الغطاء لهذه المنظومة السياسية خلينا نكون أوضح خلينا نكون أوضح عنا مسلسل تجرب وحد أيلول إجا الرئيس مكرون واضح؟ إجا ستة أب وحد أيلول أطلب مبادرته رحنا بتجربة مصطفى قريب ما احتفاظنا باحترامنا وصفاته السفير مصطفى قريب ستة عشرين أيلول استقال مصطفى قديم بمطلع تشرين كل في الرئيس سعد الحريري هل لا تزال هذه المبادرة قابلة للحياة؟ لا 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 ده ما يسمى بمبادرات مكرون البديل استيعاب السلطة لتغيير نهجة دخلنا في مبادرة هل ما رح نحسبكم بس غيره نهجكم هل دخلنا في مبادرات إعادة تكوين السلطة خلينا نبلش نحكي هون بالمعادلة اللي قالت أنه الفرنسي يقدم الجزرة وفي العصى الأمريكي الاسم عقوبة هل هذه المعادلة صالحة اليوم؟ أم أنها ستكون أوروبية بشكل متكامل؟ لم يعد هناك من جزرة لم يعد هناك من جزرة فرنسية لم يعد هناك من جزرة والعصى الأمريكي الغليزة في عصى أوروبية مثلها؟ أصبحنا في عصى دولية عصى دولية؟ شو المنتظر؟ ما فيه أي تعارك في الأمم المتحدة؟ ما فيه حصى ملا مين قالت؟ قد يكون هناك جلسة خاصة في مجلس الأمن بطلب من المجموعة العربية المجموعة العربية؟ نعم بطلب من المجموعة العربية هي خبرية جديدة نعم وقد يكون هناك من خلال مجموعة الدعم الدولي للبنان بعمل داخلي في الأمم المتحدة رح يكون فيه طلب لاجتماع خاص في لبنان من خلال مجلس الأمن رح يكون فيه اجتماع مخصص للبنان بمجلس الأمن بومبيو واضح أعلن مبارح وكان واضح وصريح أنه مطلع الأسبوع ببريز وكل المبادرة نطرين ديرال يرجع عنده واضح برنام جو صار اليوم شايف الرؤسة شايف من رؤسة الأحزاب وليد جنبلاط وهلا عشير رح يشوف رئيس سعب حرير بكرة واضح عنده لقاء مع رئيس الكتائب شيخ سامي جميل قائد القوات وطيال مر يعني السبت صباحا أو السبت بعض دور رح يكون ديرال ببريز الأحد أو التنان مايك بومبيو في بريز كل هذه التحركات هيك بالصدفة بعد كده بومبيو برح عن العقوبات على الوزير باسيل واحتمال توسعها هيدا عقوبات ودعم للموقف هيدا عقوبات عقوبات هو مصار قائم في الإدارة الأمريكية يعني ما بمعزل عما يحدث بس نحن دخلنا فيك تقرأ الأخبار مين عم بيشوف مين وكيف وفينا نقرأ ما وراء دخلنا في مرحلة إعادة تكوين السلطة بما يعني العقوبات على الوزير جبران باسيل هي رسالة ليست لجبران باسيل هي رسالة لرئيس الجمهورية على أن الغطاء الشرعي رفع عنك هل أدو وصل؟ ايه وصل رفع عنك هلأ مش معناته أنه فيه حدا بده يعمل عملية انقيلية الدستور مش هالقصة مش مطلوب بس هو أنه فيه عملية إعادة تكوين السلطة وهنا هناك تحدي للثورة وللقوى المجتمعية الحية من نقبات المهن الحرة من الجامعات ويني الثورة؟ من المرجعيات الثورة انطلق انتقلت من حالة الميدان إلى حالات التشكل السياسي عم تعمل تعمل ترتيبة السياسية وفي مجموعات بلش ترتب وضع سياسي لتنتقل العمل المحترف أنا بعتقد أنه نحن في مرحلة جديدة وهذه المرحلة الجديدة تحتاج تعويلا على دينامية داخلية بتكتيل القوى المجتمعية الحية بمبادرة إعادة تكوين السلطة وهناك أيضا دينامية دولية ستدرك أن هناك بديلا عن المنظومة الحاكمة في لبنان وهذا البديل هو قادر على استلام الحكم واستلام الحكم يطن بعملية ديمقراطية سلمية أي إجراء الانتخابات في موعدها وليس تطيير الانتخابات كما تريد المنظومة السياسية يعني كنا عم نحكي بانتخابات فرعية ما فيه ايه مش مش اتخابات مبكرة ما فيه لا لا بدنا نضل معلقين بدنا نضل معلقين لأيار 2022 ايه أكيد لأنه هني أصلا ما راح يسمحولك تعمل انتخابات بأيار 2022 انت ببتشتغل بالضغط تتعمل انتخابات في موعدها هلأ صار بدنا انتخابات بموعدها ايه هلأ هلأ لا هلأ لتسريع مسار اعادة تكوين السلطة بانتخابات نيابية مبكرة هذا موجود على اجندة الثورة حتما ولكن الفرنسي ما قدر بيرفض حظب الله لكل هذا الطرح الفرنسي سحبه من التدول سي جورج اليوم المنظومة السياسية مقزومة انت عم تسأل وين الثورة انا بتسأل سؤال الميلة تاني وين المنظومة السياسية مش وين الثورة منظومة السياسية عرفة وينها لا مش هارفة وينها هي بلا من غمسي عم تشوف اذا الداخلية مع مين واذا الطاقة مع مين واذا هذا بدل انها افلسة هي لم تقرأ التغيرات الراديكالية في المشهد اللبناني بعدها محلة هي احنا تقدمنا كتير هي بعدها محلة هي بعدها عم تقول لمين الداخلية ولمين الخرجية ولمين الطاقة ولمين كذا وكان الشيء لم يكن كانوا ما فيه اربع ايب ولا فيه تدبير بيروت الذئاب تأكل بعضها خليونيكلوا معكم الى ما يؤشر هذا المشهد يؤشر الى اننا دخلنا في مرحلة بناء لبنان الجديد ولكن بناء لبنان الجديد سيكون شديد الصعوبة واخاف اننا سنكون امام مرحلة شديدة الخطورة شديدة التفكك وقد ندفع فيها اثمانا غالية لا ادري ما هي نوع بلاش تتحكي متل ما حذر امين حزب الله سيد حسن نصر الله مبارح قال عنا شهرين صعبين والرئيس ترامب ما بعرف شه بده يعمل به هالميتيان انا عم بحكمت له لا لا كل واحد بالمنطلق اخر لا انا بدي انه على ملف اخر وعندنا الناس انه نحكي فيه ولاه بشكل عرضه انتهت الانتخابات الامريكية الى فاوز غير رسمي للرئيس بايدن وفي كل هالتحضيرات ما الذي يعنيه ان تنتقل الرئيسة من رئيس جمهورة الى رئيس ديمقراطة يعني ما خلوا الجمهورين يحكموا البيت لابد اكتر من اربع سنين رجع خليفة اوباما مؤخر اربع سنوات بس بدل ما يكون هيلاري كلينتون اجت جو بايدن ما الذي يعكسه ده كان جد انه الربط كل هذه الاستحققات بنتائج الانتخابات الامريكية ابدا ما في ربط ابدا هناك سياسة امريكية عامة هناك تداول سلمي للسلطة بانتخابات ديمقراطية هناك مسار في الادارة الامريكية الذي هو مسار الدولة العميقة وبالنتيجة قانون قيصر وقانون مغنيتسكي اللي عملوه ديمقراطيين من الجمهوريين يجع الحكم خلينا انتفق خلينا نذكر انه الافكار بلشت مع رئيس اوباما رئيس ترامب كمل الطريق قد يختلفهم في التكتيك وفي الشراسة اكثر ولكن بالنتيجة مسار الادارة الامريكية يقرر الامريكي والرئيس على فعاليته وعلى قدرتي على التحكم بالامور لكن قدرة النظام العميق في الادارة الامريكية قدرة شديدة الفعالية وانا بدأ قللك هده مش بس انتخابات كانت للشعب الامريكي هده انتخابات قام بها الستابلشمت الامريكي العميق تقل له لترامب انه نحن عطيناك فرصة ولكن انت ما مثلت خياراتنا انه ترامب كان رح ياخد شوية الولايات المتحدة الامريكية على حرب بين صود والبيض يعني بالداخل والخارج ايه الالقات كنا وصلنا لهالنقطع دي امريكا ما فيك تتسلى بالكلام عنها مقبلك تقرى مظلوط امريكا شو في ناس بيتسلوا هده اللي قلته السفيرة الامريكية للوزير بسيل قلت له كأنك لا بتفهم لكن بيفكروا الامريكيين ولهو النظام الامريكي طيب اذا رجعنا لحدث الداخل اليوم فيه فيه ازم حقيقة اسمه كورونا يتهم الرئيس بايدن الرئيس ترامب انه كان مستهتر الى ان عيش التجربة شخصيا وما بعرف اديه غير بس الرئيس ترامب قبله كان رد عمل المستوى البطال الى 3.5 بتاريخ بس اتحقق ايام الرئيس ايام الرئيس رونالد ريجل في اعتراف في اعتراف امريكا هذا الفشل اللي حصده ترامب وكلنا بنعرف العقل الامريكي ما بيطال شو عم يعملوا امريكاين بالشهر الاوسط امريكاين يبقلوا اذا بترجل له الضراب 0.12% باخر الشهر بيمبسط اكتر ما تقلوا شو عملت بافغانستان او بالعراق هذا السقوط المدوي لترامب وصعود بايدن فيه ناس عنا بلبنان كانت نطرته تتغير الوضع الداخل بلبنان لأي درجة عم يتسلوا مسحة نا مش مسحة كان فيه رهان على تغيرات هاودي مسحة هاودي اللي عم بيحكوا هاي هن مسحة هاو كانوا عم بيغطوا الفشل الداخلي باسباب خارجية هاودي مسحة مش بس ما بيفهموا شو السياسة الامريكية ما بيفهموا انه ما في علاقة بنيوي بين السياسة الامريكية واللبنان فيه فيه علاقة عرضية بالمصالح الدولية بش علاقة بنيوي بش علاقة نحن ما عنا كهربا لانه في عنا عقوبات للامريكان ما منعبش لزبيين لانه عنا عقوبات للامريكان عنا مش كل المصارف لانه عنا عقوبات للامريكان عنا عنا مش مظبوطت هالحاكي هن ما سمحولنا نعمل مجرير المي طبعنا محطات تكريل المي هن اللي سرقولنا الأوتوسترادات هن فلسوا لنا هن ما عملونا نظام تقاعد وحماية اجتماعية هادي ما ننسي السياسة الخارجية اللبنانية انه هي بدت نحن الوزير شرب الوهبة حدا سأله كيف ستتتعامل مع الادارة الامريكية الجديدة بيقول له نحن نتعامل مع ادارة الامريكية الجديدة على انها ادارة صديقة للبنان شو هالجواب شو ادارة صديقة للبنان هبيرة على احد الموقع الالكترونية بايدن عنده علاقات مع الشخصية اللبنانية اكتر بس اللي دعي لقله ولي جنبلاط واللي دعي بعض الشخصية لانه اكتريت شخصية سياسية اللبنانية تحدثوا العلاقات العام مشي العلاقات العام مشي والسياسة الامريكية يعني رح عاطيك مثلا بسيط مش اذا فلان كان عنده علاقة مع بومبيو وكان عنده علاقة مع بايدن وكان عنده علاقة مع شو اسمه وبيصير مرشح لرئيس الجمهورية مش هيك بيشتغلوا الامريكان مش هيك بيشتغلوا الامريكان نعم بعدين شو يعني انه انت عم تحط الامريكاني ناخب في السياسة اللبنانية اول شي انت نظم بيتك الداخلي شو بيتك بالامريكاني فيه تبسيط بيقروا بالسياسة بالسياسة الامريكية بالسياسة الاوروبية انه خلص الاوروبيين رح يشوفوا الشعب اللبناني رح بيجوع رح يجوا يعطوه كل المسارت لا رح يجوا يعطونا لقلنا تنصمد بس ما فيه مساعدات بنيوية رح يعطوه الاوروبيين رح يعطوه مشارة ودالي مش عم يطعطوا مع الدولة ولا ليرة باحد اللقاءات الاسبوع الماضي مع احد اصدقاء الاوروبيين اللي قاتي من اوروبا سألتوا هك سؤال بسيط طب ما انتوا بتعطوا مع المؤسسات دستوريو كاسر قال لي زياد نو ولا ليرة اقفلت العلاقة مع ولا ليرة زياد تهى الموضوع خلص تهى ما يجربوا مش ناك عم قللك هذا مش ماكرون بس في كل اتحاد الاوروبي لا لا السفرة كلهم سفرة بريطانيا المانيا الاتحاد الاوروبي كلهم عم يحكوا كلام زيتهم زياد الساقق كيف برك تختم الحلقة بعد كل هذه الجولة حمى الله لبنان بلاشنا بمؤتمر النازحين وختمناها بالتشكيل الحكومية حمى الله لبنان واللبنانيين وانا الاوان ان نصوب على اعادة تكوين السلطة وانتهاء هذه المنظومة على من تقرأ مزاميرك اقرأها على السلطة اليوم بيد من يشكل الحكومة ومن يشكل الحكومة في وادي واللي عم تحكيه بوادي اخرى اقرأها بتعويلي على القوى المجتمعية الحية من نقبات مهان حرة من جامعات هم قادرون على انتاج دينامية جدية لاعادة تكوين السلطة ويمكن ان يتقاطعوا مع معطى دولي الذي يأس من هذه المنظومة السياسية بتأسف أقول لأول مرة انه نعم نحن نحتاج المعطى الدولي للتغيير في لبنان من باب العقوبات لانه عدا ذلك بعتقد هذه السلطة حرام حدا من كبار المحهمين بيقول لي خلينا ناخد هالملفات يلي عند قاضي التحقيق العدلة وعند الرئيس عويديد بالنياب العامة ونعطيهم لبومبيو نعطيهم للرئيس الامريكي او الرئيس الفرنسي قد يكون اسرع باتخاذ العقوبات مفيش قضاء استي جورج بس اللي مبين عنا انه العقوبات عم بتعقد الامور اكتر ما عم بتحدي مفيش عنا قضاء استي جورج وقال لك اننا شفنا نتيج التحقيق بمرفق بيروت اين القضاء واين القضاء اليوم هذا كلام بيان واضح للجبهة المدنية الوطنية لفتني الجبهة المدنية الوطنية ولفتني نائب نعمة فرام تويت للنائب عم بيسأل زيت الأسئلة تقريبا اين القضاء استاذ نعمة فرام النائب المستقيل قال كلاما دقيقا اليوم وكلام رئيس الكتائب كان اوضح من الكل مبارح والجبعة المدنية الوطنية اللي هو تشكيل التلافي واضح كان عم بيسأل أين القضاء والقضاء ما في عنا على أمل أن بنعكس شيئا مما وعدنا اللبناني فيه عندما تقعد لبنانيين أنت بيقظى مش مبينة عندما تقعد لبنانيين بيقعد التكوين للسلطة اللبنانيين بيعتقدوا حلم إلى أن يتحقق شيئا من هذه الأمور نشكر كل المستمعين اللي تابع الحلقة بشكر سيف ماضي على أخرج هذه الحلقة بشكر سليمان محمد على إدارته لخدمات اللوجستية اللي عم بيقدمنا إياها والشكر مسحوب لزيادة الصائغ على مشاركة وأخيرا لكم مني أنا جورش شهين أطيب التمنيات وإلى اللقاء في منشات جديدة اشتركوا في القناة